السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنشرح عن افضل محررين اكواد بديلات عن فيجوال استيديو للاندرويد. بداية سنقوم بعمل جولة سريعة في اول تطبيق. ما يهمنا في هذه الخانات هي خانة البروجيكت او الفايلز. يمكن هنا اضافة مكتبة من هنا. جميع المكتبات تقريبا متوفرة يمكنك تحميل اي مكتبة تريد او اطار عمل لتبدأ به العمل على محرر الاكواد. هنا خانة الباحث. هنا خانة تزيل دخول لحفظ الاكواد. والمشاريع الخاصة بك. هنا ايضا لدينا خانة البحث داخل المشروع مباشرة. في الاسفل لدينا اسهم الانتقال. لسهولة التحكم. لدينا بعض الاختصارات. الى اخره. ايضا لدينا خانة القص اللصق النسخ. اي اه جميع الادوات المساعدة لكتابة الاكواد. هنا لدينا الملفات الخاصة بنا. ملف الى اخره. ادوات الانسبيكت بشكل كامل متوفرة داخل التطبيق. وايضا يمكننا الدخول عبر متصفح كروم او اي متصفح خاص بالجهاز. لعمل مراجعة للموقع. وهل اه هو متوافق ام لا? الان سنتقل الى التطبيق الثاني. كما ترون هناك عدة خانات ما يهمنا الان. عند الدخول سنشاهد اه مبدأ قريب من المحرر الاول المعاينة هنا. طبعا هذا مشروع جاهز من التطبيق نفسه. لدينا عدة اه خيارات او اختصارات في الاسفل ستساعدنا على كتابة الاكواد. لدينا هنا الصفحات about html index html server html style css. طبعا هنا لدينا المكتبة الخاصة بنا فيها جميع الملفات سوان ايميج css او ملفات html. طبعا جميع الروابط لتحميل التطبيقات في الوصف اسفل الفيديو او في اول تعليق. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد حاولنا الاختصار قدر الامكان لكي لا يكون الفيديو ممل. السلام عليكم ورحمة الله.